أين أموال العراق؟ سؤال كبير يحمل الاستنكار للاستفهام لماذا يعج بلد ثري كالعراق بالفقراء؟ ويحال المستنكر لا إراديا إلى صورة قاتمة لأحزاب ذات أذرع ميليشياوية بنت منذ 16 عاما إمبراطوريات المال والسلاح تزامنا مع انهيار على الأرض بمختلف جوانب الحياة كانوا هم وأسيادهم سببا رئيسيا فيه حتى تذيل العراق قوائم التصنيف العالمية يبقي الاتحاد الأوروبي على العراق ضمن اللائحة السوداء للدول الممولة للإرهاب في العالم والتي تشكل خطرا على النظام المالي لاتحاد لعدم جدية الحكومة وضعف أجهزتها الرقابية بمكافحة غسيل الأموال والأنشطة المشبوهة إلى جانب 16 دولة في القائمة على رأسها إيران وإيران هذه مع نفوذها المتوسع فإنها تمثل إجابات عن مختلف الأسئلة حول العراق فبعد العقوبات الأمريكية عليها سلط الضوء على النشاط المالي الإيراني في البلاد من تمويل الميليشيات إلى استغلال القطاع المصرفي العراقي عبر شبكات تخسل الأموال تابعة للحرس الثوري ومنه إلى فيلق القدس وحزب الله من خلال شبكة بنوك ومكاتب صيرفة ترتبط مباشرة بالبنك المركزي الإيراني بحسب وزارة الخزانة الأمريكية تابعنا أيضا كيف أن البنك المركزي الإيراني وفيلق القدس قابا باستغلال القطاع المصرفي العراقي لتحويل الأموال لصالح فيلق القدس وحزب الله ذاك النشاط وما شبهه يفسر هبوط العراق في مؤشر مخاطر غسيل الأموال إلى المركز 208 غير بعيد عن إيران المتذيلة للقائمة بعد أن وصل إلى مليارات الدولارات حجم الأموال المتدفقة على ميليشيات تقاتل بجبهات مختلفة ضمن مشروع واحد لتطعن خناجرها تارة في بغداد وأخرى في بيروت أو حتى عدن بحسب ما أكده زعيم حزب المستقبل انتفاض قنبر الفلوس التي تذهب إلى فيلق القدس تتفجر بها سيارات في مدينة الصدر تتفجر بها سيارات في بيروت تتفجر بها سيارات في عدن في اليمن تتفجر بها سيارات في دمشق هذه العيد الإيرانية وهي تتنقل بالمال الملطخ بالدم بين أربع عواصم عربية وتحلم بالخامسة يقول العارفون بأحوال الناس والدول إن هناك أيادية لا تكف ولا يبقى إلا أن تبتر